الآن الحياة الذي يمر به الإطار في أن يتخذ موقفاً ضد هذا حسنا مرات كل يشتعجبني أنت ومحمد السيد محسن منعودكم موقف من خشمي مصرين طيلة هذه الفترة على هذا الموقف الإطار لماذا لم يستطيع أن يتخذ موقفاً وبالتالي الموقف الذي اتخذه السوداني هل سيحرج الإطار أم السوداني سيكون محرجاً أمام الإطار أولاً لم سيد محمد سيد محسن عنده موقف أكثر من خشمك عنده هواي مواقف وياك فعلي جوز هذا الموقف بسيط الثانياً خلينا مشكلة السوداني اللي هي عقد من مشكلتك ومشكلة محمد حقيقة هو الإطار الآن نسميه إطار تنسيقي في أكثر المواقف ربما يتخذ بيان واضح بعنوان الإطار مثل ما حدث في استهداف السفارة أو منطقة الخضراء كان هناك موقف من الإطار تم اتخاذه بعنوان واضح وصريح وتوصفها بجماعات خارج عن القانون أو هجمات إرهابية عدا هذا الموقف موقف أخرى ربما يكون هناك موقف رسمي من الإطار لكن عادة هم يتخذون قراراتهم أو مواقفهم وبياناتهم كلاً عن انفراد الشيخ قيس الخزعلي بيان السيد هذا العامر بيان السيد المالك بيان وبقية القيادات سيد عمار الحكيم وحيدر دعبادي نفس الشيء الآن هذا الموقف حقيقة ما أعرف الرسالة التي أريد أن يقدمها الإطار أنه ليس لديه موقف واضح وصريح أو يخجل من الإعلان هذا الموقف أو لا يريد أن طبعاً محرج من الإيرانيين لأنهم لا ينكرون تحالفهم مع إيران لكن الآن التناقض والإحراج أمام الشعب هو أخطر أنا أعتقد السودان الآن في مفترق طرق وهذا المفترق طرق هو أما الإصرار على موقف إعادة الاعتبار للدولة بالقول والفعل وهذا حتى يكون له العلوية الآن ونقول لدينا حكومة حقيقة وهذا ما نشيد به لأن أول مرة تصرح هذا التصريح حدثت في حكومة الكاذمي وفي حكومة سيد عادل عبد المهدي مثل هكذا انتهاكات لكنها لم يكن موقف الحكومة بهذه الطريقة وصف العدوان مثل ما قلت قبل قليل أن إيران الآن حقيقة مع حكومة محسوبة على أنها حليفة أو شريكة أو ليس لديها تقاطعات عندما تصف هذا القصف الصاروخي بالعدوان يترتب عليه أنه هذه إيران ماذا تفعل في المنطقة يعني حتى حلفائكم ومن تعتقدون أنه يشتركون معكم في الأمن القومي الإيراني وهم ساحة لارتكاز لهذا المفهوم وأنتم تقصفونهم وأنتم لا تحترمون سيادتهم يعني هذه الإشكالية الحقيقية أمام إيران وتجعلها دولة فعلا متمردة في المنطقة ودولة لا تحترم الأعراف الدولية عندما يصدر من حكومة العراق أعتقد أنها نقطة تحسب على إيران ثانيا إيران حتى من يتعاطف معها الآن لا يمكن أن يصرح بموقف رسمي يؤيد هذه الضربات وهذا الإحراج الكبير الذي يتعرض له الإيطاريون تحديدا وقياداتهم